أقامت سفارة مملكة البحرين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية حفل استقبال بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية بالإضافة إلى الاحتفال بمرور خمسين عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مملكة البحرين وجمهورية ألمانيا الاتحادية وتقدم سعادة السيد عبدالله عبداللطيف عبدالله سفير مملكة البحرين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية بأسمى آية التهن والتبركات لمقام حضرة صاحب الجلالة عهد البلاد المعظم حفظه الله ورعى وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء معربا عن اعتزاز لما وصلت إليه العلاقات بين مملكة البحرين وجمهورية ألمانيا الاتحادية من تطول ونماء وازدهار في شتى المجلات شارك في الحفل ضيف الشرف سعدت السيد نيلز أنين وزير الدولة للشؤون البرلمانية بوزارة التعاون الاقتصادي والتنمية في جمهورية ألمانيا الاتحادية حيث أعرب عن فخري وسعادتي بما وصلت إليه العلاقات البحرينية الألمانية من مستوى متميز ومؤكدا تطلع جمهورية ألمانيا الاتحادية إلى تعزيز علاقات التعاون مع مملكة البحرين في شتى المجلات ترجمة نانسي قنقر